الرئيس عبدالفتاح السيسي بيلتقي وزير خارجاء الأمريكي ريكس تليرسون الذي يصل إلى الوصل القاهرة أمس في أول زيارة له إلى القاهرة ويتباحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والملف الأول في المباحثات بين الجانب المصري والجانب الأمريكي ممثل في وزير خارجاء الأمريكي هو عودت مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية على أي أساس؟ على الأساس الآتي أهو عشان الكلام يبقى دقيق موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود 1967 حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تعيد إحياء ودفع عملية السلام والمفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية رأي مصر ثابت رأي مصر لم يتغير رأي مصر تاريخي ليس رأي حقبة زمنية وليس رأي الرئيس السيسي وإنما رأي مصر التاريخي هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 والعاصمة هي القدس الشرقية وكل هذا وفق قرارات الشرعية الدولية الموجودة في الأمم المتحدة ومجلس الأمل منذ سنوات ما ضد أنا ليه بقرأ بالنص وبقول لأنه موضوع القضية الفلسطينية والتشكيك في موقف مصر كان موضوع خلال الفترة الماضية وإحنا التشكيك يعني هناك يعني مكينات شائعات وتشكيك مستمر في كل الثوابت الموجودة لمجموعة لا يتقون لا وطن ولا رب ولا إله في كل الأحوال